مرحبا شباب رح نعمل فيديو سريع حتى نسبة للبعض ما نقول عن دايزي نحن قلنا دايزي مشروع حقيقي مشروع قوي شخصيات معروفة على مستوى العالم شخصيات تعاملت مع بنوك ومعهيئات حل نزعات مثل الاف سي ام العالمية في حل النزعات والمشاكل بين المستثمرين والصناديق وبين المستثمرين وشركات التداول وغيرة فاحنا الهون بنتكلم ونسبة ما مدى قوة كلامنا وما مدى حقيقة كلامنا غض النظر عن الاشخاص اللي تقول احنا ما عنا اي ادلة واسباتات عن هذا الامر طيب نجي الان على الدكتورة انا بيكر الدكتورة انا بيكر من الشخصيات المعروفة الدكتورة انا بيكر عم بتدير صندوق ابو نهايمر بسوق الفوريكس بقيمة 230 مليار دولار تعتبر مؤسسة تابعة لبورسة الجي ماين تابعة لمؤسسين الفيسبوك ايضا دكتورة انا بيكر اشتغلت من 2017 الى 2019 في بورسة او في هيئة حل النزاعات العالمية اول اسبات لانه هو هذا الموقع الخاص بهيئة حل النزاعات نتأكد اذا دكتورة انا بيكر فعلا كانت موجودة في هذه الفترة من 2017 الى 2019 بهيئة حل النزاعات هذا الموقع هيئة حل النزاعات وهذا الرابط الخاص بالدكتورة انا بيكر الدكتورة انا بيكر لجنة المالية في عام 2019 تركت دكتورة انا بيكر لجنة المالية في عام 2019 ردا على العديد من الاستفسارات المتعلقة بانتماء الدكتورة انا بيكر الى اللجنة المالية تؤكد اللجنة المالية بموجب هذا انه من عام 2017 حتى عام 2019 عملت الدكتورة انا بيكر كعضو في لجنة حل النزاعات التابعة لهيئة المالية في مارس 2019 قدمت استقالتها وتركت الهيئة المالية لحل النزاعات من شان هيك احنا بنتكلم على شخصيات معروفة بنتكلم على شخصيات لها السمعة بالسوق نتكلم مع الشخصيات تتعامل مع بنوكة إيلي الانظمة تبعها موجودة في بنك دراجون هولديز في الام اف جلوبال نتعامل مع اشخاص حقيقيين ولديهم تاريخ في هذا المجال فمشان هيك احنا عنا الادلة لاثبات ان هذا المشروع قوي وان هذا المشروع من المشاريع التقيلة لما فيك تجد مثلها في الوقت الحالي في هذا السوق نجي الان رح نلاقي ايضا اللينكيد الخاص بالدكتورة انا بيكر اذا دخلنا عليه رح يفتح لانه اللينكيد الخاص بالدكتورة انا بيكر ورح تلاقوا معلومات كاملة عن تاريخها عن المسيرة تبعها عن الشركات اللي هي اشتغلت فيها وعلى المجال تبعها هون فيك تبحاث رح تلاقي معلومات كاملة خاصة بالدكتورة انا بيكر ورح تلاقيها شخصية من الدرجة الاولى ورح تلاقي المهارات تبعها في هذا المجال مجموعة من المهارات هي بالكامل مهارات الدكتورة انا بيكر في دكتورة انا بيكر في الأعمال تطوير الاستراتيجيات تجربة الاندماج والاستحواذ أعمال عالمية شركات ناشئة فرق البناء مبيعات المباشرة تسويق البيتو بي البيتو سي تسويق تنظيم الأوراق المالية الامتثال الحكومي التحالفات الاستراتيجية استراتيجيات التجارة الإلكترونية الاندماجات التخطيط الأعمال الامتثال إدارة المنتج ريادة الأعمال أنظمة التداول إدارة تطوير الأعمال الجديدة قيادة خيارات تطوير الأعمال الأسواق المالية التجارة البحث عن المتاجر الخدمات المالية الشركات الاستراتيجية شغلات كثير لها خبرة فيها في هذا المجال فأحنا ما بنتكلم على شيء عادي نتكلم على شخصية فعلا معروفة على مستوى العالم تستخدم التكنولوجيا وتستخدم كتير أمور وعندها خبرة في كتير مجالات فيك أنت هون تشوف الدكتورة أنا بيكر وأيضا راح تلاقيها شخصية من الدرجة الأولى ورا تلاقي ديمتري ديمتري أحد شركاء الدكتورة أنا بيكر أيضا شخصية من الدرجة الأولى على موقع اللينكيت